اشتركوا في القناة 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 هذا مشترك وهذا تشغيل وهذا تقويم تمام الان هذا المشترك يأخذ خط كعربة المثلا وعنا هنا المكثف ينوصل على تشغيل والتقويم وخط الكعربة الثانية نعطيه تشغيل احنا في هذه الحالة العادية نطلع ثلاث اسلاك مشترك تشغيل تقويم الان لما نطلع سلكين مكثف وسلكين كهرباء بدنا بس نجيب سلك فاضي نوصله على رأس السلك اللي مع التشغيل هذا فقط ونطلعه باتجاه الكهرباء ونقول هذا اسمه N فقط فقط وهذول السلكين نوصلهم على المكثف سلكين للمكثف وسلكين للكهرباء سلكين للمكثف سلكين للكهرباء فقط بس هاي هي الطريقة يعني الطريقة سهلة احنا بنعرف نطلع ثلاث اسلاك بدنا نضيف على سلك التشغيل اللي بروه على المكثف بدنا نضيف عليه سلك ثاني نوديه للكهرباء فقط لا غير يعني احنا بالعادي كنا نحط خط الكهرباء على المشترك خط الكهرباء الثاني نوصله على التشغيل اللي مع المكثف لا احنا ما بنوصله على التشغيل المكثف بدنا نجيب سلك من التشغيل اللي مع المكثف نجيبه على الكهرباء هاي هي بس بنوصله من جوا من داخل المحرك طبعا يعني هذول الخطين اللي جيت على التشغيل لو فحصت بينهم بالاوم بعطيك صفر اوم بعطيك صفر اوم تفحصتهم بلومبة السرية بعطيك شرط بتضوي على الاخر كأنك حط اسلاك السرية على بعض فهذول النقطة واحدة موصلين في نقطة واحدة بيجي عليها من داخل المطور سلك التشغيل هاي هي عشان نطلع بهاي الطريقة لازم نكون نعرف نحدد اتجاه الدوران ما نطلع كمان سلك للتقويم اللي مع المشترك لا عساس نوصل هيك بهذا الشكل لازم نكون نعرف اتجاه الدوران هاي هي طبعا انا شرحت طريقة تحديد اتجاه تحديد اتجاه دوران محركات الواحد فاز بس خلوني احكي على السرية هيك كلمتين بنيجي احنا على اول مجموعة سقطناها طبعا بعد ما نوصل احنا نهاية في نهاية وبداية في بداية بيظل عنا بدايتين للتشغيل وبدايتين للتقويم بنيجي على من عند فتحة الاسلاك المجموعة التشغيل اللي سقطناها منقول هاي البداية بناخذ معاها اذا احنا بدنا اياه يدور على الشمال من عند الاسلاك من عند جهة الاسلاك يعني مثلا المحرك الان بركب ايك بركب هون المحرك على الراوتر فتحة الاسلاك اللي بخرج منها اسلاك الملفات من الجهة الامامية من هون فاحنا بنقول بنحدد مثلا بدور على الشمال او على اليمين مثلا من عند فتحة الاسلاك يعني من هاي الجهة لازم تكون فتحة الاسلاك بالاتجاه من هون خارج من الامام عساس نقول على اليمين من عند الاسلاك او على الشمال من عند الاسلاك ولا تنسوا زي او بوصيكم دايما او بوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته